انا بتكلم مش سمعني. اه اه اسمعته خلاص. تمام. اوكي. طب تمام. هقفل انا. سلام. تمام انا. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة صوصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص you can hear the channel loud and clear you 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 أرحب بكم في قاعة المؤتمر وعبر الإنترنت أمل أن تكونوا على تم استعداد لتسجيل أسئلتكم اليوم سننظر في حوكمة البيانات والواقع بالمقارنة بالورق ونستطيع أن نقول أننا سننظر في موضوع اليوم وتنوله من جانب كل المتحدثين ولا سيما فيما يتعلق بحماية الخصوصية من ماذا يتم حمايته الأشخاص أم البيانات ما هو فهمنا للبيانات ما هي الفرص والتحديات التي نعجيها وما هي النجاحات وإن تكهست في هذا المجال نحن جمعنا مجموعة من المتحدثين المتخصصين ولدينا أيضا بيلا فارنس وهو كاتب رئيسي تابع للأونكتاد وقام بإعداد تقرير الأونكتاد لعام 2021 وإنها عملت أيضا في مجال السياسات الرقمنة بالنسبة للتجارة الإلكترونية في إدارة اللوجستية في مؤتمر الأونكتاد لدينا أيضا دكتور وينتي كرجامي المسؤول عن تحديث البيانات في بنك الأمريكتين وهي تعمل في التكنولوجيا والمعلومات وتنظم الهوية الرقمية في مجال القطاع العام والسيد بنجاسي ساسام وهو المدير التنفيذي لمبادرة التحول الرقمي وهو يعمل أيضا في مجال الشمول الرقمي وهو عضو أيضا في قيادة الإنترنت وأيضا السفير متاتو الذي عين سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية للفضاء السيبرناتي وأيضا السفير ماساكو وهو مسؤول عن الأمن السيبرناتي وأيضا متخصص في تكنولوجيا المعلومات وتحليلها في جنوب أفريقيا وبيجي هكس مدير التواصل ومسؤول عن تنمية الرقمنا في مكتب الأمم المتحدة والسيد نجاسي مسؤول عن برنامج مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وتقوم أيضا الآن بتنصيق الأصوات لصالح الرقمنا وأيضا المهندس جيرسا وهو المسؤول عن بعض المشروعات الرقمنا والتحول الرقمي إذن هؤلاء المتحدثين سيأخذوا كلمة لدقيقة ونصف ثم ننتقل إلى النقاش سنعطي الكلمة أولا لبيلار الصوت مسموع مساء الخير لكم جميعا أنا سعيدة للمشاركة في هذا الاجتماع سأعرف النتائج الخاصة بالتقرير نحن لاحظنا أنه كان من مهم التركيز على حوكمة البيانات نظرا لأن البيانات أصبحت لا أهمية اقتصادية أن البيانات يمكن أن تساعد على تقديم قيمة مضافة للتنمية وبالإضافة إلى البعد الاقتصادي فإن البيانات الأهمية بالنسبة للمجتمعات وينبغي أن نحمي خصوصياتها إن البيانات ينبغي أن يتم ضمان حمايتها وأن نضع فيها الاعتبار كافة الشواغل إن البيانات أيضا يمكن أن تساعدنا على موجهة التحديات مثل التغير المناخي والجوائح ويمكن أيضا أن تنهض باحترام حقوق الإنسان إن العمل المشترك الذي نقوم به يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في السنوات الأخيرة لحظنا حجم تضفق المعلومات على مستوى العالم ولكن في نفس الوقت فإن البيانات الخاصة بالقطاع الاقتصادي تنمو بصورة سريعة ولكن هناك فجوة رقمية للأسف إن في الدول الأقل نموا فإن حوالي واحد من كل خمسة أشخاص يستطيع الوصول إلى خدمات الإنترنت هناك دولتان تمكنوا من الاستفادة من الرقمنا وهي الولايات المتاحة الأمريكية والصين حيث أنهم سيطروا على قواعد البيانات كما أن هناك بعض الدول التي تستطيع أن تستفيد من البيانات الآتية من هتين دولتين وإن المنصات الرقمية تعزز الموقف الذي تتمتع به بعض الدول ولسيما في إطار سلسلة القيمة هناك بعض الدول المقدمة للبيانات عبر المنصات وهي تعتمد على المعلومات الأجنبية وفي نفس الوقت فإن الحكمة حكمة الرقمية متجذئة أن الحكومات هي من العناصر الأساسية اللاعبة في هذا المجال في الولايات المتحدة فإن سيطرت البيانات تتم على أي قطاع الخاص أما في الصين فإن الحكومة هي التي تسيطر على البيانات وإن الاتحاد الأوروبي يتقاسم هذه السيطرة مع الأفراد والقطاع الخاص إذن ينبغي أن نقوم بحكمة البيانات على أصعيد العالمي مما لا شك فيه أن هذا يتطلب مننا مديد من الجهد حتى لا يكون هناك نوع من المناطق المعزولة التي تسيطر على البيانات إن التجذئة تؤدي إلى زيادة التنافس ولكن مزيد من الجهد على مستوى بعض الدوائر المختصة لقد قمنا بمراجعة عدد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية ولكن الخلاصة التي توصلنا إليها تتمثل في أن هناك نهج إقليمية وقطرية تسيطر على العقام على أقل خاصة بالاقتصاد الرقمي وبالتالي فإن هناك تركيز على المجال التجاري أو الخصوصية ولا يتم التركيز على البعد المتعدد للبيانات وبالتالي فإن البيانات تعتبر تحديا أساسيا وينبغي أن نبدأ من المستوى القطري إلى المستوى الإقليمي والدولي إن هذه النظم تتحكم في تدفق البيانات والمعلومات وأيضا عليها أن تتجاوز التحديات المعلوماتية فيما يتعلق بالتاريخ للمضي قدما علينا أن نضع نهجا أكثر توزنا لتعامل مع البيانات حتى يتم الاستفادة من هذه البيانات على مستوى المواطنين والحكومات إذن ينبغي أن يتم تمكين الدول من أجل ضمان المسواة في الحصول على البيانات والقضاء على أوجه عدم الإنصاف وفي النهاية نحن نعتقد أن الهدف ينبغي أن يتمثل في ضمان تدفق البيانات للجميع من أجل تحقيق الأهداف التنمية وفي هذا الإطار هناك عدد من السياسات التي يمكن أن يتم تنفيذها والتي يمكن أن تتضمن نشر الوعي والاتفاق على التعريفات وعلى التصنيف وعلى أنواع البيانات وتعزيز القياسات الخاصة بالبيانات ووضع معايير ومواصفات ودعم التعاون الدولي عبر المنصات الرقمنة الخاصة لا تزال المناقشات منعزلة وفق النمط الكلاسيكي كثير من البلدان لا تزال مهمشة في التفاوض على البيانات أيضا أشرنا إلى ضرورة وجود جهاز أو آلية تنصيق تابع الأمم المتحدة خاصة بالبيانات ولكن الأمر مفروض للمناقشات للبلدان منهج الحوكمة العالمية لابد أن يكون متعدد الأبعاد ومتعدد الأطراف المعانية لتعامل مع قضية البيانات ونعتقد أن المناقشات لابد أن تأثير من وجود فكر تقدمي مبتكر حول عالمية مشاركة البيانات شكرا جزيلا بيلار شكرا كارول أبدأ بشكر لك لدعوتي هل تسمعونني حسنا شكرا جزيلا لدي بعض الشرائح سأتقاسمها معكم وفق الفترة الزمنية المحددة لي في البداية أشكركم على الدعوة الكريمة للمشاركة في هذه الجلسة الحوارية وسأحدثكم عن ما يحدث في أمريكا اللاتينية والدروس المستفادة والتوصيات المستقام من العمل الجاري هنا بداية الخريطة التي أستخدمها لكي أعرض عليكم ما يحدث ما نراه هو أن أجندات والموضوعات المختلفة المرتبطة بالبيانات تظهر كثيرا استجابة للظواهر التي نراها فالحكومات بدأت خلق مجموعات تتعلق ببيانات تأتي من البيانات المفتوحة الأمن البياني التفاعلية التبادلية إتاحة المعلومات وحماية البيانات أيضا والعمل على تكنولوجيات جديدة خاصة بالبيانات مثل الزكاء الاصطناعي وغيره والأجندات المختلفة تلك الأجندات بدأت تنمو فعليا وبدأت تتداخل مع بعضها البعض لكن هناك شيء لا نرى بعد ونحاول حلها وهو التنصيق تنصيق التوصيات كما ذكرت المتحدثة السابقة وجود تنصيق مع بين الأجندات المختلفة والبرامج المختلفة نعتقد أننا لابد أن نحل بعض التوجسات والقضاء المشتركة لكن ما استطعنا القيام به هو أننا أجرينا مقارنة حولها تشريعات الخاصة بحماية البيانات المتاحة في بنك التنمية الأمريكي يعمل مع المنطقة الكاريبي أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية بين كل هذه البلدان أن هناك تشريعات خاصة بحماية البيانات 65% من هذه التشريعات متضمنة في التقرير وهناك بلدان أو ثلاثة تساعد في صياغة التشريعات أو مساودة التشريعات والبعض ليس لدي تشريعات ناشطة المسألة لا ترتبط بإما عندك تشريعات أو ليس لديك لكن هناك بلدان لدي تشريعات قديمة منذ عشرين عاماً أصبحت قديمة تحتاج إلى التحديث وهي مهمة جداً للاقتصاد الرقمي البعض منها تشريعات قديمة كما ذكرنا حاولنا إجراء المقارنة بين هذه التشريعات بين معيير حماية البيانات الأمريكية هناك شبكة لحماية البيانات تتطمن السلطات المسؤولة عن إنفاذ تشريعات الخاصة بحماية البيانات في الأقاليم المختلف في بعض البلدان هناك معايير مطبقة في أوروبا وتتطابق مع الجي دي بي آر لعام 2017 ونحن نقارنها بالتشريع الذي لدينا هنا في الإقليم هناك أيضاً كيو آر للموقع الإلكتروني كما ترون وفي نفس الصفحة الإلكترونية مسحة تم على أكثر من ألفين شخص في الإقليم يمثلون عشر بولدان أردنا من خلال الاستبيان مدى وعيوم وإدراككم بحماية البيانات هل يعرفون ما هو قدر حماية البيانات الشخصية أم لا وحللنا أيضاً بعض المبادرات الخاصة التي ظهرت أثناء الجائحة وحماية البيانات الشخصية وكيف يستخدمونها وما هي التطبيقات التي تضمن لهم حماية البيانات ماذا تعلمنا سبعة عشر دولة بين سبتة وعشرين دولة نعمل فيها وأؤكد على هذه النقطة لأن البلدان الأخرى في الدول الكاريبي لم نتواصل معه ولكن سبعة عشر دولة من ستة ومن وقع ستة وعشرين دولة لديها تشريعات خاصة بحماية البيانات كما قلت أن بعض التشريعات تعود لعام تسعة وتسعين تحتاج إلى التحديث وهناك تشريعات أيضاً صدرت ألفين وعشرين لدينا الميكا إكوادور في عشرين وعشرين بربادوس ألفين وتسعة عشر إذن هناك مجموعة من البلدان تعتمد وتصدق على هذه التشريعات هناك معايير خاصة بحماية البيانات تتعلق بالقواعد الخاصة بحماية البيانات الدولية رأينا أيضاً كما تحددنا الفرق بين هذه التشريعات سواء المطبقة نظرياً أو المطبقة على أرض الواقع وهل هي متطابقة أم لا متطابقة مع المعايير الأوروبية؟ هناك جهود كبيرة لابد أن تبذل في جانب إنفاذ التشريعات معظم التشريعات تسمح بتبادل البيانات والمعلومات مع البلدان الأخرى طالما أنها تتضمن معايير وتشريعات خاصة بحماية البيانات داخل الدولة فيما بين البلدان ولكن من الذي يعرف هذه المبادئ؟ هل مقدمي البيانات؟ أم هل المشترين؟ أو الذين يقومون بتبادل البيانات؟ من؟ من الطرف؟ هذا شيء يترك يترك للشركة أو الكيان الذي يقوم بمعالجة البيانات والحكومات أيضاً في بعض الحالات تعاني مشكلة في استخدام الخدمات ودولة من دولتين مثلاً قررت أن كل المعلومات التي تأتي من الحكومة لابد أن تخزن داخل أراضي وحدود الدولة من ينفذ هذه اللوائح والقوانين وكيف تتم؟ كما ذكرت دائماً نرى المشهد المتكرر الذي يدعو إلى ضرورة التنصيق ووضع إطار مؤسسي قوي بين 17 دولة علينا أن نفهم أن كثير من هذه التشريعات جديدة نسبياً ومن 8 إلى 10 بما في ذلك بعض الأراضي في الكريبي هي التي قامت بإنفاذ القوانين بعض البلدان على رغم نوجود الإطار القانوني لها ليس لديها هيئة أو جهاز لإنفاذ هذه المعيير والمبادئ والأمر القانون يمنح الكيان حدود معينة ثم الكيان لديه موارد لتطبيق القانون لكن المسألة ترتبط بالقدرات والمهارات لاتخاذ القرارات المختلفة بشكل مستقل دون تضارب ودون تصادم مع القيادة وهذا شيء سنبحثه أيضاً أعتذر بشدة سنعود إليك مجدداً فلتحتفظ بتلك الأراء والأفكار القيمة وسنعود إليك مرة أخرى لإعطاء الفرصة للمتحدثين الآخرين حسناً شكراً شكراً جزيلاً حاولت أن أوفر بعض الوقت حينما نتحدث عن حوكمة البيانات وحماية الخصوصية يطرق في ذهني دائماً مسألة الثقة لأن الثقة هي جزء لا يتجزأ من هذا الأمر للأسف إذا حدث انتهاك للثقة يلقى اللوم على أطراف كثيرة عدد الأشخاص الذين يخرجون من الإنترنت في النصف الأول من عشرين واثنين وعشرين الذين انفصلوا عن الإنترنت عن طريق حذرهم عدد كبير مثلاً في تيجري ما حدث في تيجري إثيوبيا مثلاً من المهم إجراء هذا الحوار يمكن أن نواصل الحديث عن الحوكمة وعن حماية الخصوصية لكن إن لم نعالج أساس أو جزر المشكلة ومسألة الثقة ونتعاون مع الأطراف المعنية فالمشكلة ستبقى وقد نترك الحوار ونقول فلنعود إليه العام المقبل لهذا السبب لهذا السبب هناما نتحدث عن إقليمنا اليوم وإقليم أفريقيا لدينا إطار إطار موضوع منذ عام 2014 منذ اتفاقيت ملابو هناك كثير من الجلسات عقدت وكان هناك قلق وتوجسات وأن عدد الموقعين ثمانية ونحن نحتاج إلى خمسة عشرة توقيعا وإذا قررنا التوقيعات بعدد البلدان في القارة ومو أكثر من خمسين دولة سنجد الرقم ضئيل لابد أن نضع أولوياتنا حينما نجري حوار نعطي أولويات لهذه القضايا ولكن حينما نتخذ قرارات من الموسى لن نضع لها أولوية ولا نريد أن نهضر الوقت بأن نجري هذه الحوارات وأن نستثمر الوقت فيها نابد أن نحدد الأولويات الخصوصية والحوكمة مسائل مهمة مقصودة هناك الكثير من المؤسسات مثل الـ IGF منتد حوكمة الإنترنت المجتمع المدني الهيئات الأكاديمية القطاع العام والقطاع الخاص لابد من وجود هيئة مركزية تلعب دورا بارزا في حوكمة البيانات وفي حماية البيانات أو أيا كان المسمى في كل دولة دي بي ايز حماية البيانات أجرينا دراسة مثلا في العشرين عاما الماضية عن حماية البيانات في القارة الأفريقية مع التركيز على البلدان التي لديها قوانين خاصة بحماية البيانات ولكنها ليس لديها سلطات أو أجهزة لحماية البيانات من الأمور التي وجدناها في هذا التقارير أننا مع وجود مشروعات كثيرة لجمع البيانات في البلدان على الأسف ليس لدينا إطار قانوني لحماية تلك البيانات وتبادلها وهذا يمحو الثقة أعطيكم أمثلة البلدان كثيرة جدا بلدان تعطي وجهات تعطي بيانات كثيرة حساسة للحكومات ولا يوجد إطار قانوني لحماية هذه البيانات جائحة كوفيد اتطلبت مننا الثقة وكان هناك عملية جمع بيانات كثيرة جدا لمكافحة الفيروس والجائحة ومنظمة الصحة العالمية نحن محظوظون أنها أعلنت انتهاء المرض ولكن الكثير من الحكومات تستثمر في جمع البيانات لكنها لم تستثمر بنفس القدر في حماية البيانات من الأمور الرئيسية التي وجدناها أن هناك انتهاكات وتجاوزات من قبل هيئات وكانت من المفترض أن تحمي البيانات وهذا أدى إلى سيناريوهات كثيرة جدا يرفض فيها المواطنون إعطاء بيانات لأنه لا يوجد حماية لبياناتهم وليس مفترض أن نكون هكذا الذي تحدثنا عن الحكومة وعن الحماية علينا أن ندعم ونعزز المؤسسات الاحتياجات ضرورية تحديد الفجوات لكن من الأمور الجميلة الرائعة التي رأيناها في الثلاثين دولة الممسوحة أن كل الأطراف المعنية يفهمون أهمية البيانات وهم ملتزمون بالعمل معنا وتنسيق العمل معنا وهذا هو النبأ الصار الذي أحمله إليكم فيما يتعلق بحماية الخصوصية وحماية البيانات أن الحكومات وأجهزة حماية البيانات وكل الأطراف المعنية على استعداد للمضي قدما وتدعم استقا والتعاون وتنسيق العمل معا للمساهمة في حماية البيانات شكرا جزيلا شكرا جزيلا السيد السفير تسمعونني؟ أنت فصيح للغاية أستطيع أن أسمع قتيلة اليوم شكرا جزيلا لوجودي معكم يسعدني أن أكون في هذه الجلسة العامة أبدأ بشرح مبسط كيف نحن في وزارة الخارجية الأمريكية ننظر إلى خصوصية البيانات وحماية البيانات حماية البيانات مسألة جيوغرافية سياسية مهمة جدا مهمة جدا في جهودنا للحفاظ على التواصل والربط والعمل في إنترنت مؤمن ومأمون وفي الفضاء السيبريانية ولا يفوتني أن أخذ ألا أعلق عن أهمية إتاحة الإنترنت والتكنولوجية الرقمية وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المجتمعات الحديثة الحكومات لابد أن تسهل إتاحة المعلومات ولا تعزل الأقاليم والمناطق وتسمح بحرية تعبير هنا في أثيوبيا نحن نسني على اتفاقات بريتوريا لإتاحة الإنترنت لكل المناطق وحكومة البيانات وخصوصية البيانات ركيزة أساسية ومهمة للغاية ليوجود رؤية قوية لمستقبل التكنولوجيا نحن نعمل مع المجتمع المحلي لكي نتشارك في الرؤى ونؤكد أننا يمكن أن نضع حلول تعكس التزامنا لحماية البيانات وحماية الخصوصية ولكن في نفس الوقت نسهل تدفق البياني عبر الحدود والتي تعتمد عليها المجتمعات مع وجود هذه الخلفية دعوني أتحدث عن ثلاث مبادئ أساسية بشأن حوكمة البيانات وخصوصية البيانات من منظورنا أولا نحن لا نرى أن هناك تعارض بين التدفق البياني وحماية البيانات لابد أن ندعم الهدفين معا نعلم تدفق البيانات عبر الحدود وأنها مسألة حياة أو موت ليس فقط لشركات التكنولوجيا ولكن المؤسسات والشركات بكل الأحجام في كل القطاعات تدفق البياني مهم جدا للتعاون الدولي في البحوث العلمية وفي تحقيق الأمن الوطني والربط بين البشر في العالم لكن الحكومات والمجتمعات في العالم تطلب المزيد من حماية خصوصية البيانات بشكل صارم دون هذه الحماية أن نستفقد الثقة في التدفق البياني عبر الحدود بصورة مجردة عدد أكبر من البلدان تتابنى تشريعات حماية بيانات محدثة ولكن الفجوة قد تتسع بين التنفيذ والرؤى النظرية دون تنفيذ عملي لن نستطيع أن نمتثل للقانون بناء استقاف الاقتصاد الرقمي يتطلب ألا نضمن وجود قوانين للحماية ولكن أن المشاركين يتبعونها ويمتثلوا إليها وهنا لابد من وجود سياسات تتطور من مجتمع الأطراف المعنية المتعددة لكي يفهموا النقاش القانوني النظري وأيضا يفهمون طبيعة التحديات وهذا يأتي بالمبدأ الثالث وهو ضرورة التفاعلية التبادلية بين أنظمة حماية البيانات بين البلدان حينما نركز على حماية البيانات والخصوصية لن يكون هناك توجه واحد في كل البلدان كل بلد لها ثقافتها ثقافتها القانونية نظمها وهيكلها القانوني ويمكن أن يطوروا قوانينهم وفقا لصياقهم المحلي لحماية بياناتهم مع كل دولة تطور قانونها الخاص بالحماية هناك مستوى من الاتصاق ضروري بين البلدان للتأكد من أن البيانات التي تتضفق بين البلدان محمية وتتضفق بسلاسة دعوني أن تهز هذه الفرصة وأثني على جهد ممدوح لقواعد الـ CPPR نظام الـ CPPR يعتمد على اعتماد مستقل للشركات التي تروعي معايير خصوصية البيانات وطورة وفقا للإيباك وهو يمكن البلدان من أن تتشارك في الرؤى مع وجود أدوات الامتصال المستقلة فمنتدى الـ CPPR سيسهل ترجارة وتدفق البيانات الدولية مع الحفاظ على قيم خصوصية البيانات ونأمل أن بلدان كثيرة تنضم إلى هذا المنتدى وكثير من الشركات ستقوم باعتماد هذه المعايير يمكنكم التحقق من هذا البرنامج globalcppr.org شكرا مرة أخرى على هذه الفرصة لكي أكون بينكم اليوم شكرا شكرا لهذه الفرصة للسادة المتحدثين ومن منظوري لابد أن ننظر إلى البيانات كعملة ونحاول نجاب أن نحمي هل نحمي الناس أم البيانات لابد أن نقول أن هذه البيانات التي تحدث عنها هي التي تحرك العالم الرقمي وكل ما نستخدم في قواعد البيانات وفي نفس الوقت لها دورا كبير تلعب في العالم الاقتصادي وصفة خاصة في قارتنا استخدام البيانات تزاين بطريقة متصاعدة ويتم تبدلها بين المستلكين الكبار بصفة خاصة في مجالات التسويقي والتأميني وقد فتحت الباب للجامعة غير القانونية للبيانات حتى تعزز مكاسب هذه الشركات الكبرى ولا وبيع بياناتي أصبح من أهم عوائد الكثيرة من منظماتي ومن ثم علينا النظر إلى كيف يؤثر الأمن على هذا والاختراقات التي تحدث كيف تؤثر على الناس الذين هم أصحاب البيانات هم يمتلكونه الغرض في جنوب أفريقيا أن تنبع تشريعتنا من الحقوق فلكل حق الخصوصية فإن كان للناس حق الخصوصية فإن بياناتهم جزء مما يجب الحفاظ على خصوصيته وطالما لوائح المطبقة فقط على الورق هذا لاحدث ومن ثم لقد لعظنا أن جهة المشرعة والمنظمة في جنوب أفريقيا الكثيرة من التوفقة التي حدثت في تقييم الشركات سنجد أنهم يمتلكون الإجراءات والسياسات وطرق التي يقوم بها بإدارة الإجراءات ولكن التنفيذ لا يتم فنحن نقوم بتعقد خارجي لجهودنا وتعقد الخارجي لدورنا الأخلاقي لحماية حقوق الأفراد ومن ثم علينا نتفهم ما هي إذن حدود الأخلاقيات التي نتحدث على من يحدد هل تعتمد على من يحقق الأرباح أو ما الشيء الصحيح الواجب القيام به أفوا إذن في عملية تطبيق الخصوصية في التصميم علينا مثلا علينا متابعة الأفراد الذين يطبقون هذه التصميمات وماذا يحدث عند حقوق الخصوصية الأشخاص التي يمكن تجوزها بالتشفير تتضارب مع إذن نظام نحن نريد أنظمة أسرع ولكن بإضافة التشفير هذا إذن يتطلب أغداد كثير في التعامل فهذا بالطبع خبر سيء للإدارة إذا يؤثر على المؤشرات كيف نرى هذا بين أجراءات الأمن على الورق وبين تطبيق الأمنية الفعلي في الأنظمة العاملة فنحن نحفعها إلى إطار عالمي وأعرف أن هناك الكثير من الفوارق الأخلاقية في الدول من ناحية التشريعات ولكن أنا أردنا أن يسر عبور البيانات عبر الحدود فلابد أن نتعامل مع قوانين الخصوصية ولابد أن تتمشى في بضينا إذا أردنا أن نحقق الموقف الذي يسمح باستخدام البيانات عبر الاختصادات التي تحتاج بطريقة يائسة للمعلومات التي تأتي من تداول البيانات ونظر لديق الوقت سأمر الكلمة المتحدثة التالية شكرا جزيلا أنا مصنوع التوجيدي هنا وتطلع لمتابعة العديد من النقاط الرائعة التي يثير حتى الآن سأبدأ بوضع هذه المناقشة في إطار حقوق الإنسان فنحن نتحدث عن حماية البيانات وخصوصية البيانات ليس كشيء ممارسة جيدة أو شيء ملائم ولكن لأن الناس لاحق الخصوصية وحماية البيانات في الواقع يؤثر على عدد كبير من الحقوق الأخرى الحق في التعامل المتساوي وفي الصحة والتعليم وكذلك الحقوق الأساسية والحقوق الديمقراطية للتعبير الصحي وكذلك مع زيادة إذن التواصل البيانات وقد أن أؤكد على ما ذكروا زميلة عن الوقع على الإنترنت وكيف ننظر إلى الجانب البراقي ونعرف أن تضفق البيانات وبيانات كعمل أمر أساسي ومن ثم فنحن نابد أن نتفهم هذا وحجم التحديات التي نواجهها فيما خصوص البيانات هائل فوسائل التواصل الاجتماعية نرى ما يحظمها تابع مثلا الدعاية التي تقوم بها مع بياناتك هائلة من البيانات ونرى أنها يتم تجمع البيانات وتحليلها وتقاسمها ومن هذا المنظوم لا بدنا نتفهم أننا نقسمنا كثيرا عن الأوثر القانونية الموضوع والخبر الجيد أننا ننجزنا كثيرا من العمل حول متطلبات الدنيا من أجل تشريعات حماية البيانات الفعالة ومثال وانوي وانوي بلس ومكتبنا قام بتقريب 2018 عام الخصوصية وأشار إلى العناصر الأساسية لهذا التشريع متطلبات مثلا أن يكوننا أسس قانونية لمعالجة البيانات وكذلك لأحتجاج وتناسب معالجة البيانات وأن يكون هناك هدف وضع في هذه التشريعات ونقاط هم حول النطق المحدود لحجز البيانات وعددها صحة البيانات وإجراءات الأمن وعدد موضعات البيانات المواطروحة وإكبار وجوب معالجة البيانات وكل هذا يعود إلى عالم أجهزة المستقلة للرقابة ليس خلق فقط الموارد ولا أعطى ليس خلق هذه المؤسسات وإعطاء الموارد القيام بعملها ويعود هذا إلى ما هي التحديات الرئيسة في مجال حماية الخصوصية بداية كما قلنا نحن في حاجة لقوانين أفضل وكثير من الأماكن اللي قيم بهذا ورأينا تقدما ولكن كما أشار أرتورو فحتى مع توجد القوانين فهناك عمل لجب أن ينقذ فنحن في حاجة كما أشار السيد السفير كذلك إلى نهج متعدد لأطراف المعنية حتى تكون القوانين مستيجابة لإحتياجات المجتمعات ومن ثم مشاركة قطاع المدني في هذا ومن ثم أغلب الأمر في التشريعات هو نقص أو ضعف المتطلبات للتعاون من البيانات من الجهات العامة وهذا بالطبع هناك اعتبرات حقوق الإنسان كما شار الجميع فنحن ندرك كذلك أنه حتى إذا بدأنا على أقصص جيدة لحماية البيانات فأننا نواجه كذلك خطر جديد في هذا المجال مع تطور استخدامات جديدة للذكاء السماعي وتقنيات البيانات المكثفة ومن ثم نحن في حاجة للتفكير إلى طرق أسرى ولكافة التعامل مع حماية البيانات في الخصة وكذلك نتحدث عن عدالة البيانات وليس فقط حمايتها والنظر البيانات والأشياء التي قد تقوم بتخفيف حدة المدار التي تحصل وهناك عشرات وطاق ناني من الأمثلة ولكن أنا قطوة طويلة للتمييز وتأثير على الجماعات المهمشة فهذه مع المجالات التي ورأينا فيها مشاكل كبيرة مع تشريعات البيانات ويتم استخدام هذا كمثال لما يتم على الوقع الخطئ وهناك كذلك قرر على حقوق اتخذ القرارات الوتوماتيكية وكافة تأثر مواعي الشفافية حول هذا وأنظمة التي تقوم بضخم معلوماتي بناء البيانات المتوفرة وكذلك الأنظمة المشريفة والأجهزة المشريفة أمراً أساسي ونود كذلك تناول عملية ضفقاتي البياناتي عبر الحدود وعملية الأقلمة المحلية فلابد أن نجد طريقة لتمشيات هذا مع حقوق الإنسان فنود البيانات لتضفق عبر الحدود ولكن نتفهم أن عملية التأخلم المحلية هناك تزيد من قوة الحكومة فوق البيانات وتضع ضغوطي على الحكوماتي وكذلك تقوم بتقسيم الإنترنت وقد تؤثر على حرية التعبير فنحن اتفهم من أن نحتاج إلى أطر تسمح للبيانات أن تمر عبر الحدود ولكن كذلك نود أن هذه الأطر تحمى من المتطلبات الدولية وفقاً للقوانين وننظر كذلك الجي بي بي آر التي تسمح باللق للبيانات بمستوى مناسب من الحماية وكذلك سنتحدث كمشارسي سفير القواعد ذن الخصوصية العبرة للحدود العالمية وكذلك عملية تنفذ القوانين لاستخدام بالبيانات أحد مجالات مخاطر حقوق الإنسان وهذا تأكد أن هناك حدود دنيا للمتطلبات بما فيها عملية التقريم وتخليل من الإجراءات الاختراقية ولتأكد أن نتغفر لنا السلطات المناسبة في المكان بالتواصل للبيانات التي تسيطر عليها الشركات وشكرا شكرا شكرا شينا هناك أبدأ من الصعب أن أتابع بعد كل ما قاله الجميع ومن ثم سأقول ما أرد أن أقول ولكن ربما سأكون شبيا ولكن سأقال بطرق مختلفة لأن أحدد مكاني فأعوض من المجتمع المدني وأعمل على تقاطع حقوق الإنسان وبصفة خاصة النزاس والألجيتي كوتي بي وتكنولوجيا أعمل كذلك حول استخدام الأطار النسوي لتفهم ماذا يحدث ومن المفهوم لأن سمثلي وللمجتمعات التي تعمل معها التي تأتي الأطار هي تكون مزهولة بكل الإشارة للوصائق التي لا نعرف عنها من ثم فنحن نتحدث عن حماية البيانات وكذلك تفهم ما يقال حول كيف لا نستطيع أن ننظر إلى حكمة البيانات وحماية الخصوصية حول التكنولوجيا من أجل قوانين حماية البيانات وتوضع في الدول وفي الأطار حيث هناك قوانين تخلق ما أصار من الثقة فعندما تريد أن نوضع في المكان قوانين أفضل حيث القوانين القائمة لا تحترم هو المجتمع المدني إذن مرعوب فهذا ستكون قوانين جديد وتابعة متابعتنا بسفة خصوص إذا كان تعمل في في العماية مثلا إذا العملات تكون مجرمة بالقانون وعندما يأخذ عملات لا يوجد خيار في الكثير من هذا الأسئلة وكثيرا ما نجد هل هناك هل الكثير والبيانات وليس الأشخاص وكيف تتغير البيانات بسرعة فمثلا هناك قانون حماية البيانات التي صدر في 2019 بعد بالطبع المنظوري بعد الجائحة متغيرة فهل هي كافية وإذا كان هناك جائحة وإذا كان يتم استخدام مثلا القوة المحلية لجمع البيانات بدون أي نوع من التشاور وبدون حق في القول لا و النقطة أخرى وتحدث الكثيرين عن حماية الخصوصية وصفة خصوصية المجتمعات التي تجد ملازا في المنصة الافتراضية عندما نقوم بوضع قوانين تقوم إذن بانتهاء الخصوصية فسنجد أن هذه الملازات لم تعد أمين وهذا طبعا أونلاين وأفلاين ونرى العنف الذي يحدث لجهات عبر الأنواع والطبقات والأجناس إلى آخره في حوارات سابقة مع أعضاء أخرى من المجتمع المدني موضوع الثقة أمر كبير لنجد أن الكثير من الناس لا يتفهمون أن حوار حماية البيانات غير واضحة بالتصميم فمن يحمون يحمون الدولة هل هذا كان هنا قانون لحماية البيانات ويتم تسريب القوانين التوزيع غير مناسب لتوزيع الصور ما هي حقوقي أقل من الطابقة السياسية التي يمكن القبض على اللي نشر شيء وتستخدم نفس القوانين التي يفترض أن تحمي المرأة التي عانت من العنف أونلاين تستخدم من أجل إسكاتها وإخضها على المواطنين أعتقد أن شيء آخر أفعل أعتقد أننا سأختم بقولي أن اللغات الكثيرة من عركة النسوية حقوق الإنسان تستخدمها و أن عملية الموقع الفردية هي قضية عندما نتحدث عن حماية الإنترنت كفراء كمجال أهم ووجاد الأطر القنية التي تضمن أن الإنترنت حرة هذا بالطبع أن نتأكد أن هناك حقوق تمتجوزها واذا قلت أن يسمح لي أنا أقول ما أريد أونلاين في أطار الحواء السياسية حسنا لا يسمح لي أن توقيت في الواقع أوفلاين هذا يوجد تضارب يوجد تضارب ولابد من تداخل فيها بحيث نستطيع أن نسمح للعاملين المختلفين في الأطر حقوق الإنسان يستطيع أن يوجد كيف نستطيع أن نعطي تضمن أكبر ومزيد من الموارد لضمان أن لا نحاول نرى هذا كحدث فردي وموقف وكيف نستطيع أن نعزز كل حقوق الإنسان لكل نس في كل المجالات أونلاين وأوفلاين شكرا شكرا جديلا على هذا التنظيم وعلى هذه الدعوة الكريمة أستطيع أن أقول أن هؤلاء المتحدثين على أعلى مستوى ومما لا شك فيه أن الوقت المخاصص لكل متحدث قصير للغاية كل ما لدينا هو تسعين دقيقة فقط أود أن أتحدث عن مجال الثقة أنا ألماني وأعيش في أسطنيا ولدي تجربة مختلفة هناك وأعيش هناك لمدة سبع سنوات ماضية صراحة أقول أن معظم الشركات وكل المؤسسات لا تستحق الثقة من جانبنا نظرا لتعاملها مع البيانات الخاصة بنا وعندما أسمع أن هناك بعض جهات الكطاع الخاص في أفريقيا تقوم بنقل هذه البيانات الخاصة بالأشخاص وأيضا كل ما يتعلق بالبيومتريك الخاص بهم إذن أستطيع أن أقول ما هو كان الوضع على الورقة وما هو الوضع الحقيقي ينبغي أن نضبط كل ما يتعلق بالنواحي الورقية أقول أن ليست كل الدول تقوم بتنصيق كل ما يتعلق بالنواحي الورقية وأستطيع أيضا أن أقول أن هو ينبغي أن يكون هناك رغبة من قبل الجميع لتنظيم هذا القطاع ولتطبيق التوصيات الخاصة بالخصوصية وحمايتها أود أن أقول أننا في الاتحاد الأوروبي قمنا بالتوقيع على الجي دي بي آر ولكن لا تطبقه الدول السبع وعشرين العضو في الاتحاد الأوروبي بنفس الطريقة لأننا لدينا تفسير متباين للجي دي بي آر ولدينا ثقافات مختلفة وحتى إن كمنا بهذا بتطبيق هذا فلن نطبق إطار العمل وهذه الاتفاقية بنفس الطريقة في أستونيا على سبيل المثال لدينا بعض الحواجز المفروضة وفي ألمانيا كان هذا الأمر غير قانوني إذن أود أن أختنم حديثي بالإشارة إلى حوكمة حماية المعلومات الخاصة في أستونيا لديهم سياسة واحدة يتم تطبيقها على مستوى كافة الوكالات ولكن هناك هيئة واحدة التي يمكن أن تكون قادرة على تخزين بيانات الأشخاص ولديها سجلات بهذا والوكالات الأخرى عليها أن تطلب الحصول على تلك البيانات المخزنة من الهيئة الرئيسية إذن لا يتعلق الأمر فقط بإنفاذ الخصوصية ولكن ما هي وكهة نظر السكان فيما يتعلق بذلك في أستونيا على سمي المثال هناك نوع من التتبع للبيانات يمكن أن أعرف إذا كانت الحكومة تطلع على بيانات ومتى إذن من المهم أن يكون هناك عدد من الهيئات التي لديها قدرات للحماية وأن يكون هناك عدد من البيبي إيز شكرا جزيلا شكرا أنا قلت لكم أن لدينا متحدثين على أعلى مستوى وأن لديهم آراء مثيرة وإنني أعرف تماما أن هناك بعض الأسئلة التي يود الحضور الكريم أن يطرح لكم لكم الكلمة إذن المتحدث الجالس في مؤخرة دقعة لكم الكلمة أرجو أرجو منكم أن لا تطرحوا علينا أكثر من سؤال أرجو أن تطرحوا سؤالا واحدا أرجو أن تقدم نفسك إذا كنت تودى ذلك شكرا جزيلا أنني أقدر كل المدخلات أنا من أثيوبيا وأعمل بوزارة التكنولوجيا والمعلومات أنا ليس لدي سؤال ولكن لدي وجهة نظر أود أن أعبر عنها نحن نحتاج لأن يكون هناك برنامج لتقاسم البيانات مع الجمهور مع الجمهور ونحتاج أيضا لتمكين الأطراف أصحاب المصلحة أنني أقدر تماما إذا كان لديكم أي مذكرة تفاهم خاصة ببناء قدرات والتنصيق والتعاون نحن مفتحين لأي مذكرة تفاهم في هذا المجال نحن أيضا نتطلع لأي تعاون في مجال التكنولوجيا والمعلومات إن الأطفال ينبغي أن نشجعهم على كل ما يتعلق بالتكنولوجيا والمعلومات إذا كنتم مهتمون بهذا فنحن مهتمون أيضا بكل المشاريع الخاصة بالنواحي التكنولوجية شكرا جزيلا في المقدمة هنا شكرا جزيلا أنا من السنجال وأنا أعمل في منظمة من منظمة المجتمع المدني أود أن أتقدم بتعقيبا حول حماية البيانات في إفريقيا أرجو أن تعطوني دقيقتين إن حماية البيانات هل هي على الورق أم حقيقة في إفريقيا لا أستطيع نقول أنها حتى على الورق لدينا فقط 25% فقط من البلدان التي يمكن أن تحمي البيانات إن جزيرة رأس الأخضر وبوركينا فاسو وثم السنجال قاموا بحماية البيانات واعتبارا من عام 2001 فإن الرأس الأخضر لم يكن لديها هيئة معنية بحماية البيانات هناك 14 دولة فقط لديها هيئة معنية بهذا وفي غالبية الأحيان فليس كثير من الدول التي لديها هيئة لحماية البيانات وما من هيئة اتخذت قرار زى جدوى لأنها ليس ممكنة لأنها تخشى الإرادة السياسية وتخشى الحكومات وهذا معناه أننا نبغي أن نتعلم مما تقوم به أوروبا وأن نتحدث بصوت واحد لأنه لأنه الدول الصغيرة لا تستطيع أن تتعامل مع دولة مثل الصين ماذا يمكن أن تفعل رواندا أو السنجال في مواجهة الصين إنه إن الحقوق الرقمية غير واردة في الأجنتة الخاصة بالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ولا لجل الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إذن نحتاج لمزيد من الأصوات تدعو لذلك بحيث يمكن للجل منشول أن تكون فريقا معني بحماية البيانات وحقوق الإنسان كما أن اتفاقية ملابو التي أعدت في عام 2014 وتم توقيع عليها من جانب 14 دولة فقط ونحتاج إلى 8 آخرين لكي يتم إنفاذها ينبغي أن تقوم الدول بتشجيع الدول على التصديق على معاهدة ملابو إذن السياسة الموضوعة على مستوى لجنة حقوق الإنسان والشعوب ومفوضات المفوضية الإفريقية عليهم أن يدرجوا هذا ضمن لجنة الخاصة بهم شكرا جزيلا نحن نحتاج لأن نجلس معا ونتوصل إلى حلول فيما قدمت به من بيانات السيد الذي في مؤخرة أقاعة شكرا جزيلا السيدة الرئيس سأتحدث باللغة الفرنسية شكرا للموضوع المثير الذي تعرضونه فيما يتعلق بالاتحاد الإفريقي فينبغي أن يتم التصديق على هذه التفقيل خاصة بالاتحاد الإفريقي لحقوق رقمنا على مستوى أعلى نحن ننتظر أن تكون الأقليمة الفرعية تقوم بالتوقيع والتصديق إن الزميل من السجال أشار إلى هذا ولكن هناك نقطة أخرى بصرف النظر عن الجانب الإشكالي والحماية ينبغي أن يكون هناك هيئة تضمن حكمة البيانات هناك أيضا نقطة لم يتم الإشارة إليها تتعلق بتخزين البيانات إن البيانات المخزنة هي التي سيتم استخدامها في الغد إذن ينبغي أن يكون هناك بيانات تقود السوق ومن المؤسف أن نهتم بهذا المجال الخاص بالزكاء الإصطناعي وكيف كيف هل تعتقدون أن الدول ستقول أنها ستقوم بتطبيق هذا لأن الجميع يتسمون بالظرف واللطف أن أقول كيف الإفريقيا لن تستفد من هذه الثورة التكنولوجية لصالح الغد شكرا جزيلا قبل أن ننتقل إلى السؤال التالي سأتوجه إلى المتحدثين لكي أعرف ما إذا كان لديهم أي تعقبات حول المدخلات التي استمعوا إليها أود أن أشكر المشاركين حول عرض المنظور الإفريقي نحن لم نتحدث باستفادة عن المبادرة الخاصة بجي تي بي آر ولكن دور دور الاتحاد الروبي في هذا المجال مهم للغاية ودور المنظمات الإقليمية أيضا لدي تعقيم تعقيب متعلق بمدى صعوبة تنفيذ تي بي آر في مواجهة الصورة الرهنة إذن فيما يتعلق بجنوب أفريقيا علينا مثلا أن نسافر عبر العالم لكي نحصل على المعلومة اللذمة هل هناك أي تعقيب آخر من المتحدثين الرئيسيين شكرا جزيلا أعتقد أن التعقيدات جيدة للغاية ولكن استمعت إلى المدخلات من الجمهور في الواقع أننا تحدثنا عن كل ما يتعلق بالموارد الاقتصادية وهي عنصر من عناصر التنمية نحن نركز أساسا على التحليل وعلينا أن ننظر في البيانات كمصدر من مصادر التنمية الاقتصادية ونحن نقشنا أيضا هذا الموضوع وأيضا موضوع حقوق الإنسان ينبغي أن يكون لدينا نظرة عامة لأن البيانات ليست مصدرا اقتصاديا فقط ولكن سياسيا أيضا وتضمن كثير من الأبعاد في نفس الوقت أرجو هناك كثير من الأيدي المرفوعة وكثير من الأسئلة المرفوعة أيضا يمكن أن نتلقى سؤال عبر الإنترنت أرجو أن تنتزموا بالإجازة الشديد شكرا جزيلا هناك سؤال عبر الإنترنت هل هناك إمكانية لأن يكون هناك إطار عمل ملزم من جانب الأمم المتحدة من أجل الدفاع عن حماية البيانات الوصفية والبيانات الكبرى التي لدى الدول وكيف يمكن أن نضمن الحماية والشفافية لتلك البيانات وكيف يمكن أن نكون مسألين عن تطبيق إطار العمل هذا هل يمكن أن أخذ الكلمة شكرا جزيلا لإعطاء الكلمة هل تسمعوني بوضوح أود أن أشكركم على هذه الجلسة التي عقدت في أوانها وهل حان الوقت لأن نفكر في وضع إطار عمل منظمة عبر للحدود من أجل ضمان الشمول والحوكمة للبيانات عبر الحدود وتتولاها الأمم المتحدة إن إطار العمل هذا سيساعد على أن تلتزم الدول على المستوى القطري وأيضا أن لا يكون هناك جهة مهيمنة على الإنترنت وأن يكون هناك نوع من المساءلة وهذا يجعلنا محافظ على الحقوق الأساسية للمستخدمين ونضح حدا للاستعمار الرقمي والاستعمار للبيانات أهم شيء هو أن ننشر الوعي في هذا المجال ونطبق اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بنشر الوعي حول البيانات إذن سأحاول أن أجيب على الجزء الأول من سؤالك ثم نوصيك الكلمة فيما بعد شكرا سأحاول أن أجيب في عجالة عن تلك التساؤلات المطروحة وأعقب على التعقبات التي تم تقدم بها هناك سبب بسيط يجعلنا لا يجعل نتفق على هذا مما لا شك فيه أن أي إطار عمل تابع الأمم المتحدة لن يكون ملذما وإن هذا الموضوع يتمثل في إمكانية الوصول والتمكين عبر أنحاء العالم لأن هناك كثير من الدول التي لم توقع أقول لكم أن هذا لن يحدث ولن يكون إطارا ملذما أود أن أضيف أنه فيما يتعلق بالمعهد الملذمة أقول أن هذا يمكن أن يتحقق ولكن ينبغي أن نتحدث أيضا عن عملية الامتثال عبر الحدود وهناك ضرورة لأن يكون هناك نهج تضع في الاعتبار ظروف كل دولة وحقوق الإنسان وفكرة أن يكون هناك مجموعة من المبادئ الخاصة بحقوق الإنسان التي نود أن ندرجها في إطار العمل هذا على المستوى العالمي لأن هذا يمكن أن يكون له تأثير كبير أهم شيء هو أن نضمن حماية البيانات أنا أتفق أنه لا نستطيع أن ندفع بأن يكون هناك اتفاقية ملزمة ولكن هناك جهود تتمثل في أن يكون هناك مجموعة من المبادئ التي يمكن أن يتم الاتفاق عليها قد لا نستطيع أن يكون لدينا التفاقيات ملزمة ولكن مثلا سيدة سفية حدثنا CPPR مثل الآليات والسقوق ستساعدنا في وضع إطار قانوني هذا شيء يمكن أن يتم الحوكمة نحن لدينا حوكمة حكومية ومؤسسية يمكن تفعيلها داخل الدولة ولكن الحوكمة الأخرى تتطلب عملية وتتطلب من البلدان التعاون هذه المبادرات لازمة وضرورية ولكن لا أرىها ملزمة شكرا أن أتوقف هنا عن هذا الجزء السيدة الشابة التي ترتدي الأبيض أنا من مؤسسة في سويسرا بناء على ما ذكر بالفعل يتضح أن البلدان في مراحل التطور مختلفة في تبني إجراءات حماية البيانات وكملحوزة عملية هل توصون بأي تقييم فرعي يمكن البلدان أن تقيم بي النفسها فيما تعلق بحماية البيانات وخصصية البيانات مثلا لدينا قائمة التحقق الجي دي بي آر وهي مفيدة قد تكرس الدولة مواردها للنظر إلى القضية بصورة معحدة أكثر هل هناك أي أدوات يمكن أن تستخدم للإجراء التقييم أي من المتحدثين الرئيسيين يفيدنا في هذه المسألة القائمة التحقق تستخدمها الدول يمكن أن تتوافق معا ولهذا السبب حينما نتحدث عن إطار واسع النطاق يمكن للبلدان قد يكون الأمر صعب ويمكن أن نحدد الفجوات كثير من الأمور التي نتحدث عنها تفيد الأجيال المقبلة أي شخص آخر في الجلسة يود أن يعلق أنا من جامبيا في من يتعلق بالبلدان كجامبيا ليس لدي أي لوائع خاصة بحماية البيانات ولكن لا تزال تقوم بتجمع البيانات وتقوم بجمع المعلومات الحيوية وإحصاءات الحيوية بايومتريكس ما هي التدابير التي نستخدمها على مستوى الأمم المتحدة أو على نطاق منظمات غير الحكومية لمساعدة الحكومات في وضع هذه اللوائح لأن الدول لن تتوقف عن جمع البيانات شكرا جزيلا كلمة سريعة بشأن مشاركة المجتمع المدني على الرغم أن هذا ليس قطاع تخصصي رأيته في الماضي حول العالم في أوقات الانتخابات حينما نصوت للتعليم أو للضرائب أو السياسات الدفاعية ننظر أيضا إلى الزاوية الرقامية الخاصة بهذه الموضوعات أحسكم وأحس بلادي أيضا مرة المقبلة ألا نفكر في الموضوعات المتخصصة ولكن التبعات والانعكسات الرقامية لها والأدوات التي يمكن أن تعزز حماية البيانات وخصية البيانات شكرا أفضل شكرا على ذكر ما قالته جنبيا أنها عملية مستور مستمر متواصلة هناك حكومات لا تضع في أولويات لحماية البيانات كثير من العمليات تصبح قانونية أعطيتكم أمثلة كثيرة وكثير مثلا 11 دولة يعرفون أنهم أن جمع بعض البيانات ليست تناسبية ليست ضرورية وليست قانونية ولا يوجد حافظ لوجود لائحة أو قانون لتجريب هذه الأمور الأمر الثاني أنتم مواطنين بغض النظر عن سياقكم لا أتحدث هنا عن جنبيا فقط مسؤوليتنا كملاك للبيانات التراجع عن هذا الأمر الأمور ستزداد تعقيدا لا نعرف هل سنحصل على المزيد من البيانات أم لا علينا أن ندعو إلى تقييد وتحديد معدلات البيانات ونتوقف عن توفير بيانات غير ضرورية أحسكم أن تتصلوا بقيات الجهات المعنية في جنبيا والعمل على مبادرات لحماية البيانات من أجل المضي قدما بهذه العملية والتوضيح للحكومة أن هذا يصب في صالحهم في صالح السياسيين ويكون نديكم الفرصة لحماية بياناتكم في المستقبل كنت ننظر لابد أن ننظر إلى مسألة حماية البيانات ومواجهة بعض الحواجز والعقبات نتحدث هنا عن النماذج الجديدة وجود تعبئة الموارد وأن ندعم حدوث ذلك لكن في واقع الأمر هناك عقبات أخرى قد تكون سياسية أو دات طبيعة أخرى حتى مع وجود قوانين وطنية فالتزال لا تزال تنطبق التزامات حقوق الإنسان الدولية وهنا تجمع الحكومات بيانات ولكن قد تنتهك خصوصيات البشر ومثالان على ذلك من خلال المراجعات الشاملة الموحدة مع طرح أسئلة من قبل الدول الأخرى عن وضع قوانين كالمحلية لحماية البيانات وأثبت هذه الأداة جدواها لحماية البيانات الأمر الثاني الذي ذكرته وجود نظام الإجراءات الخاصة مثلا وجود تقرير خاص أو مقرر خاص بشأن انتهاك خصوصية البيانات أو تجاوزات انتهاكات خصوصية البيانات تبد للحكومة أن تستجيب لها وهذه آليات نراها وفقا قوانين حقوق الإنسان الدولية وهي مفيدة شكرا جزيلا عادة نطلب من كل متحدث أن يختتم الكلمة ولكن هناك التوافق وتناغم في الحوار جدا بس سأطرح سأخذ آخر سؤال في ثلاثين سنة سؤالي سؤال سريع هل وجود إطار عالمي لحماية البيانات هل هو كاف أم أنه يعتبر ركيزة أو أساس لإطار عالمي الـ وإتفاقيات ونظمة التجارة العالمية واتفاقات الاتفاقيات التجارة الإطارية أشكر المتحدثين على العمل الرائع والجمهور عبر الإنترنت والحاضر معنا فعليا قد استفدنا من الكثير من الدروس والعبر ربما أكبر درس استقينا من هذه الجلسة أننا نحن ملاك البيانات نحن نحمي الحقوق شكرا جزيلا شكرا للمتحدثين هل يبقى معنا المشاركون عبر الإنترنت حتى نلتقد صورة جماعية لهم جميعا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة